وينضم إلينا من عمان الخبير الاقتصادي حسام عايش مرحبا بك سيد حسام هل وصل الاقتصاد العالمي إلى مرحلة متقدمة من التعافي ليعكسه هذا الارتفاع القياسي عمليا والتاريخي لمؤشرات الأسهم المتقدمة؟ لا شك أن انخفاض أسعار الأسهم في العام الماضي وحالة الحالة السيئة التي كان عليها الاقتصاد العالمي انعكست إيجابا في هذا العام مع بقاء أسعار الفائذ بمستويات منخفضة مع بقاء سياسات التحفيز الكمي مع زيادة الطلب من المستهلكين مع انفتاح وعودة القطاعات الاقتصادية إلى العمل مجددا مع ارتفاع معدلات التوظيف في الاقتصاد الأمريكي والعالمي هذه كلها انعكست روحا معنوية إضافية على المتعاملين بالأسهم وبالتالي زادت هذه الأسعار الأسهم وارتفعت بشكل كبير مقارنة بالعام الماضي وحتى مقارنة بمستويات الأسعار في سنوات سابقة على هذا الأساس المتعاملون بالأسهم وبالاقتصاد متفائلون حتى الآن بمسيرة التطعيم ومواجهة كورونا من جهة وببقاء أسعار الفائدة منخفضة وبمعدلات التضخم التي ما زال يمكن السيطرة عليها الأمر الذي أدى ويؤدي إلى مزيد من الارتفاع لكن هذا الارتفاع أيضا متباين بين قطاعات وأخرى وهو أيضا ضبابي في بعض الأحيان بمعنى أن هذا الارتفاع قد يكون مستمرا منذ شهر لكنه يعاود الإنفاذ مرة أخرى لبعض القطاعات والأسهم لكن المسيرة الإجمالية لقطاع الأسهم العالمية في الات المتحدة وأوروبا وأسيا هي مسيرة متصاعدة إلى الأعلى يعني يمكن البناء على ارتفاع أسعار أسهم شركات الطاقة واللقاحات والأدوية على صعود متواصل خلال النصف الثاني من العام الحالي طبعا هذا يعتمد على السياسات النقدية والسياسات المالية في دول في الولايات المتحدة وأوروبا وغيرها بمعنى أن بقاء سياسة التيسير الكمي والتحفيز النقدي سيدفع الأسهم إلى مزيد من الارتفاع الفائدة المنخفضة ستؤدي أيضا إلى مزيد من الدفع نحو النمو متواصل في أسعار الأسهم إضافة إلى الكيفية التي يتم تعامل فيها مع متحورات كورونا يعني متحور دلتا لا شك أنه تلاعب بالأسهم العالمية في الأسبوع الماضي فهناك من ارتفع منها وهناك من انخفض وهناك من كان يسير باتجاه صعودي لكنه تراجع لكن في مجمل الأحوال حتى هذه اللحظة النتائج القوية للشركات في أول ربعين من هذا العام إضافة إلى السياسات التي تحدثنا عنها إضافة إلى استمرار عمليات التطعيم إضافة إلى التحفيز الحكومي ليس فقط في الدول التي تحدثنا عنها والمناطق وإنما في مناطق أخرى من العالم تدفع باتجاه التفاؤل بأن هناك نموا اتصاديا يدفع باتجاه ارتفاع أسعار الأسهم عندما يتحدث لصندوق النقد دولي عن نمو في العام 2020 معدل نمو عالمي 6% وعندما ينمو الاقصال الأمريكي بحوالي 6.5% في الربع الثاني وعندما ينمو الاقصال الأوروبي بحوالي 13.5% هذه كلها مؤشرات تعافي ناتجة عن أداء قوي للشركات وإقبال المستهلكين على منتجاتها سواء في الداخل أو في الخارج وهذا كله حتى الآن يسير في الاتجاه الصحيح سيد حسام في حال استمرار الضبابية حول تشديد السياسة النقدية الأمريكية وعدم جلاء الصورة حولها ما هو مصير مؤشرات الأسواق المالية برأيك؟ يعني احنا كنا نلاحظ ارتفاعا وانخفاضا في هذه المؤشرات لكن الاتجاه العام صعودي وبالتالي هناك انتظار يعني بريطانيا قالت إنها ستوقف سياسة تيسير الكمي أوليات المتحدة كان هناك حديث عن أنها ستوقف هذه السياسة لكنها أجلتها إلى العام المقبل أسعار الفائدة المرتبطة بارتفاع معدلات التضخم ربما ترتفع من جديد وهذا يؤثر أيضا على قدرة الشركات على سداد يونها وأيضا الحكومات عندما نحن نتحدث عن أجمال مديونية عالمية تقدر بحوالي 281 تريليون دولار والجزء الأكبر منها يخص الشركات ذلك يعني أن هذه الشركات بحاجة إلى مسيرة مستمرة وفق الظروف المعطيات الحالية المالية والنبضية وبالتالي أي تغير في المعطيات سواء ناجم عن كورونا أو ناجم عن حروب اقتصادية ربما تنشأ على خلفية الانسحام من أفانستان أو خلافات بين الصين والمتحدة ربما تؤثر على هذا النمو القوي لأسعار الأسهم لكن مع ذلك حتى الآن العالم جميعه له مصلحة بالتعافي وبالتالي الأمور تسير باتجاه إيجابي في هذا المجال نعم الخبير الاقتصادي من عمان حسام عايش شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل